المراجعة المراضي هتكون على التكاثر بس جزء آخر من التكاثر وهيكون على جزءين جزء الأولاني متعلق بتعاقب الأجيال والجزء الثاني متعلق بالتكاثر في النباتات الزهرية هنشوف مع بعض الاختبار رقم 6 ونشوف أول سؤال في الاختبار الشكل المقابل يوضح دورة حياة أحد الصراخص زي كسبارة البئر أو الفجير ما المقصود بكل من سين وصاد على الترتيب بص على دورة الحياة بشكل مختلف عن أنت درسته عندك سين وسين دخل في مرحلته الطور المشيجي يعني سين تمثل إيه اللي أنتجت طور مشيجي اللي هو النبات المشيجي وصاد هي مين اللي أنتجت الطور الجرثومي إيبا مرحلة الطور المشيجي تنتج عن سين ومرحلة الطور الجرثومي تنتج عن صاد فما هي سين وما هي صاد نبتدي بسين سين ممكن تمشي إيه جرثومة عشان لما تنبت تدخني في مرحلة الطور المشيجي وصاد تمثل إيه تمثل زي جوت أو لاقاحة عشان لما ينقسم يدخلنا فيه الطور الجرثومي وبالتالي سين تكون جرثومة وصاد تكون لاقاحة عشان كده إحنا مينين لألف طب تعالى نشوف باء هل يمكن تكون سين لاقاحة؟ وهل اللقاحة ينتج عنها نبات مشيجي؟ لا طبع طبع البجي الجيم هل ممكن سين تبقى أمشاك؟ وهل الأمشاك تؤدي إلى تكوين نبات مشيجي؟ برضو لا ديل هل ممكن أعتبر سين لاقاحة؟ واللاقاحة تؤدي إلى نبات مشيجي؟ برضو لا عشان كده ولا به ولا جيم ولا دال تعتبر إجابات صحيحة عشان كده إجابتنا هي بالفعل سين تشير إلى جرثومة فإذا نبتت أعطت مرحلة الطور المشيجي صاد تمثل لاقاحة فإذا انقسمت أعطت مرحلة الطور الجرثومي ترجمة نانسي قنقر